اشتركوا في القناة وكان في استقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لدى وصوله مقر الحفل يرافقه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة سعادة سيد رودي درامونت سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين وعدد من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة والسفراء وأعضاء السفارة وفي بداية الحفل نقل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خالص التهاني والتبركات من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبة الطيبة معربا عن أطيب تمنياته لجلالة الملك شارز الثالث بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد بمواصلة قيادة المملكة المتحدة نحو المزيد من الرقي والازدهار وتعزيز دورها المربوق والريادي في العالم ولشعب المملكة المتحدة بالمزيد من الرخاء والازدهار وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله أن العلاقات البحرينية البريطانية وطيدة وراسخة حيث تمتد لأكثر من مئتي عام من الاستراتيجية والشراكة والتنسيق والتعاون والعمل المشترك في مختلف الأصعدة وبما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهم الصديقين وأكد سموه أن مملكة البحرين وفي ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله تسعى دائما لتحقيق أفضل العلاقات وتعزيزها وتدعيمها في مختلف المجالات وفي بداية الحفل عزف السلامين الملكي البحريني والبريطاني ثم ألقى سعادة السيد روديدرامون سفير المملكة المتحدة كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لرعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم لاحتفال السفارة البريطانية في مملكة البحرين بمناسبة تتويج صاحب الجلالة الملك شارز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ومقدرا حضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لهذا الاحتفال نيابة عن جلالته كما أشهد بالعلاقات القائمة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء عبر اللقاءات المثمرة بين كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتجارية عبر مر السنوات وفي شتى المجالات هذا وحضر الحفل عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المدعوين وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين والمدعوين